أهلاً بكم في وسط البلد النهاردة أقول لكم إزاي تقضوا يوم لطيف جميل خفيف كده هنفتر ونتغدى ونتعشى وكمان هنحلي كل ده بمية جنيه تابعوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا كل التفاصيل وكلا عدعملوا شتراك في القناة ولايك عشان تدعمنا كامل ويلا بنا نبدأ اشتركوا في القناة صباح الخير يا مصر وصلنا رامسيس يا جماعة احنا في اول فجالة نظهر على عم حسن عشان نفطر عنده نفطر بقى عشان نايف نكمل يومنا ونلف قويس لان وسط البلد الكبيرة فاحنا ناويين نلفها كلها نوردة صح اهيمة اه صح صباح الزحمة صباح الفراض رحلة البحث عن عم حسن يا جماعة احنا كالعادة بنتسحول على ما نلاقي الحياة اللي احنا جيان فيها بكارة كبيرة قوي وربنا يعنى بقى عشان نشوف الحياة اللي احنا جيان لها مخصوص وصلنا عم حسن يا جماعة صباح الفل عم حسن كما زبط انت الاكل بقى وانا هجيب واحدة زبدوع عشان اعرف اهضم ماشي اشوفك بقى بعد الاكل قلنا بقى انت مكنك فين بالزبط لاننا توهن على ما جينا اول فجالة اللي شأنا العم حسن صح؟ سينا المجاربة تمام yeah جيش احسن من كده يا جامعة الفطر بتاعنا إجاهز عند عم حسن ووووووووووووㅋㅋ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه بص براهيم بياكل فينا واي اخوز فرهيا اي شوفتواوا monitor طيب يحاوعهم فين؟ اخوزي دي اخوزي الدائمة طيب يا جماعة افطرنا بسيط جدا طبقين فول وطبقة طعمية وشوية سلطة وبصل ويبتنجمي خلي الكل ده بخمسة وعشرين جنيه بس فاحنا افطرنا زي الفل ويومنا زي الفل وبداية جميلة صباح الفل بيأكل وانا لسه بعملش اي حاجة الزابدو طبعا مش في الاكل احنا اللي جايبينه فنبدأ بقى نفطر ونديها اول حاجة نقلب الفل كويس يا جماعة عشان مليان زيت والمتاكد ده اللي مش زيت حر والله باخد اول اطمة كده هاي زي ما عدم الشطة ده الفل الجامل خطير يا جماعة سلام بقى عصر كمون عليه في جلال البلد خلاص الفطار ده يا هيمة عشان هنلف كتير في وسط البلد عم حسن موجود في اول الفكالة اسأله عنه هتلاقوه بسرعة عند موقف اصيود اسأله بس موقف اصيود وهتلاقوه موجود بس يستحسن فيه بدري عشان تلحقه الطعمية الصينية اللي انتم شايفينها دي كلها عاملة خمسة وعشرين جنيه جماعة وتكافي فردين فالسعر الصراحة طخفة وتجربة حلوة قوي وتخلص فطار بقى ونكمل لها في وسط البلد وبعدها بساعتين هنتغدى فتخلوكم معنا في باليوم هتنبسطوه طيب يا جماعة خلصنا فطار عند عم حسن ودلوقتي هنشره بزبدو عشان نهدم فالصراحة الراجل خد مننا 18 جنيه بس يا جماعة تخيل الفطار ده كله ابراهيم اللي حاسب انا تصدامت الصراحة 18 جنيه احنا اصلا جايين الطلب اصلا من 25 عشان كده كل شوية اقول لكم 25 خمسة وعشرين فتخيلو الصناية دي كلها طلعت ب18 جنيه اه تعالوا بقى العم حسن وقولولو طبع عبدالله وزيل هيروى عليكم بعشرة كله بعشرة هنا برمسيس بعشرة كله حاجة بعشرة هنا يا جماعة كله بعشرة هنا كله بعشرة فريسكا هو يا جماعة فريسكا سبع الفور واحدة بعشرة جنيه فريسكا كل حاجة هنا بعشرة جنيه ولكنك في عشرة العشرة وانت ماشي في رمسيس كله ابعشرة جنيه الجماعة الجوائد بعشرة جنيه尼انتقص ان اتوش الكبتها بعشرة جنيه لا لك في كبتها بقى في اتنين جنيه وتلاتة جنيه السماعة الاصلية ابعشرة جنيه فرف checkoutه عمسيس حلوة في زحمتها لك bize بقى بلد يعجّitterو بكل حاجة هنا فشنا انا اخدها من رمسيس ومسجد الفتح وهو وهنا اخدها من رمسيس بقى حد وسط البلد طلعت حرب ماشية فنهدم بقى فطرنا فنهدم صحة لا هي مسحبة هشوفكم بقى في وسط البلد دلوقتي احنا في شارع الالف يا جماعة شارع الالف ده شفناها بالصدفة واحنا بنتمشى من العمسيس لوسط البلد فشارع اوروبي جدا اجواء تحفة كفهات ومطاعم وقعدة اوروبية اسلام هشيوصل يا جماعة فطرنا فلازم نحبس بشي يا جماعة سلوكم الزبادو ده جينا هنا كافيل الالفي شارع الالفي زي ما انتو شايفين الاعدة هنا تحفة وكوباية شاي لسه مش عارفين بكم الصراحة بس هنحاول نوفر يعني في اليوم النهاردة كوباية شاي بالنعناع في جلبك الاعدة هنا رومانتيكية يا جماعة خلصنا كوباية شاي هنطح بين اليمان هنطلع عند ماما دهب هنطلع عند ماما دهب هنتغدى كفتة وبنيه وكبتة سندوشاد حلو اوي بسعر حلو اوي هتابع اليوم معانا يلا بينا ففي اسمه الالفي بي من الف تسعمائة تمامينة وتلاتين فكوبات الشاي كانت بخمستوشار جنيه فكده دفع عنا ١٨ جنيه في طور وخمستوشار جنيه كوبات شاي لا و ١٨ جنيه كانوا علينا احنا الاتنين كمان اه فكل واحد ١٩ جنيه فلسه الميت جنيه فيها كتير دلوقتي هنروح لدهب هنتغدى هناك سندوشاد كفتة وبنيه وكبتة وبرضو السعر هناك حلو اوي يلا بينا وصلنا العبد يا جماعة في الفرع بتاعه وسط البلد شارع ٣٨ جنيه هنجيب ايس كريم ١٥ جنيه يلا بينا المدير المال بتاع الرحلة بيحاسب طول اليوم وبعد كده بقى ايه كل واحد بيحاسب لواحده ده فيه كنافة هنا وشورك بيحاسب تليم هنجيب لنا ايه هنجيب لنا ايه ايه هنجيب لنا ايه ايه هنجيب لنا ايه 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 بايشين الباسكوتة بايشين ايه عن اسيقوت علبة المدير المال بتاعنا بسار رفع من همتقل رفع من بيتكزا ما جيتش هنا من زمان. امشي امشي. بتش عارف حاجة. الايس كريم اغلى من الفطار واغلى من كوبات الشاي. ايه عبدك يا ده ليه? يا جماعة الايس كريم طلع بعشرين. احنا ما جناش هنا من زمان. طلع بعشرين. لوتة سومانجا. انت برضو هجيب بسكوتا? انا جبت شكرا الله. ودي تقريبا اغلى حاجة النهاردة يعني بعشرين جنيه اغلى من الفطار واغلى من الكوبات الشاي اللي كانت في اجمد كفيف شرحة الالفي. بس الصراحة اللي مانجي هنا فضيعة. جبر اللوتة زين. ميكسي جميل اللوتة سمع الشوكولات. ده بيسيح ياسطحن في الشتاء وبيسيح ازاي? تاخد بقى الايس كريم بتاعك ده وتكمل تمشيها في وسط البلد الجميلة. دلوقتي راحين الى دهب. والمسافة حلوة اوية نحلص فيها الاس كريم ده. ونشوفكم هناك بقى. كده صرفنا تقريبا يا جماعة اه اه خمسة واربعين جنيه. تسعة جنيه. امستاشة. وعشرين. وكام اربعة واربعين بالزر. ولسه معنا في المية جنيه حيات كثيرة جدا. عشان نروح لماما دهب يا جماعة بنخش في اماكن غريبة. داخلين اصلا في مكان كده جنب كشك. والمكان قدام هنا هو زحمة وتحفة. والاس كريم مستم مخلص. يعني وصلت للدهب والاس كريم مستم مخلص. وصلنا عند دهب يا جماعة والاجواء هنا تحفة الصراحة. زي ما انتم شايفين دهب ورانا اهي. والمكان هنا روعة. احنا امودا. احنا امودا. انا عايز تلاتة كبدة واحد بني واحد كفتة. ايه? تلاتة تلاتة كبد. عافك احنا اجيلك المنصورة اصلا ومشاء الله عليك يعني. تلاتة كبدة? تلاتة كبدة واحد بني واحد كفتة. مستنين الاكل ينزل. اه صراحة لما كان زحمها شوية. فبقى لنا نص صراحة مستنين الاكل. فالمكان حلو جدا. والمعاملة حلوة جدا. ودهب مرحبة جدا بني. وبقى اي حد بيصور. اه السندوش صراحة بخمسة جنيه بس اه جبنا تلاتة كبدة واحد بني واحد كفتة احنا الاتنية. استنوا بقى لما اكل ينزل. هصور هون. حاكفش يا واند. كبدة هنا رهيبة. اجمت حاجة وقتها صراحة جربت الكفتة. وجربت البناي. واستندوش. مبريم طالع انا اصح جبت تلاتة كبدة. الكفتة والبني حلوين بس الكبدة بالردة رهيبة. ننخلص الاكل ده بقى ونروح بقى للي بقى. خلصنا عندي ماما دهب يا جماعة بجد تجربة حلوة قوي. اه صرفنا خمسشار جنيه. تلاتة سندوشاد. كفتة وكبدة وبني. يعني انت خمسشار جنيه سعر وقالة الخيال يا جماعة. ولأ وطعمه حلو والكوالتي بتاعته حلوة يعني. حاجة محترمة الصراحة بجد ربنا يرزقها. وستهم كفحة جدا الصراحة. وانا مبسط. وكده صرفنا خمسشار جنيه على الخمسة واربعين جنيه من اول اليوم. افطرنا وتغدينا وشربنا شاي. وكاننا اس كريم. واس كريم كمان كان اغلى حاجة بعشرين جنيه. فخرجة وسط البلد حلوة قوي. ومشى تمشيها حلوة قوي. وبتصرف فلوس قليلة قوي. فكده صرفنا ستين جنيه. اخلص فلوس في ايه تاني يا هي. هنشوف بقى هنعمل ايه عشان انا خلاص يعني انا كنت متوقع اللي انا كده هصرف مية جنيه. طلعت صرفت ستين جنيه بس. فلسه بقى مكملين. هنشوف هنعمل ايه تاني. بقى معانا اربعين جنيه. عايزين نفرتكهم. دلوقتي يا جماعة قابلنا بلبن طبعا انتم كلوكم عارفينه. هنجيب منه رز بلبن. ونروح نوضع للكافيه. شوف عنده قولي بقى المينيو عندي. بقى انا عن نفس هجيبه رز بلبن. اهو. على الزحمة رائبة. فاحنا قررنا نفرتك الاربعين جنيه اللي حلتنا. اسرع واحد في الزحمة يا جماعة. اسرع واحد في الزحمة. انت خلصت بسرعة كده ازاي? ده ايه الزحمة دي كلها? جيبنا رز بلبن باللوتس يا جماعة. حاجة جده جامدة جدا وبعشرين جنيه. هناخد بقى الرز بلبن ده ونروح على قهوة زهرة البساتين في خلعة حرب. طحفة. انه قد شوية هناك. ونشرب لنا حاجة كمان بعشرين جنيه. وبكده الميت جنيه جبرت. احسب ميت جنيه في العالم. اشوفكم هناك بقى. وصلنا يا هيمو. ايه رأيك بقى في الجو. ايه رأيك شفت كمية الناس عاملة ازاي? انا عارف والله اطلع. انا نوات فيه. هنشوف لما كان برا انه. بس رأيك. امو كلسوم. محمد صلاح. شفتوا محمد صلاح? ما تقوليش بقى صورنا عليها. جامد يا جماعة الكافينا رايق. فيه? في الزخنية دي? اه طالة في وسط الزخن. وصلنا يا جماعة. ادي له وطلع له الرز بلبن باللوتس ده يا هيمو. الكلام بيقول ايه? نضرب الرز بلبن ده يا جماعة وبعد يجده نطلب واحد قهوة وكده تكون اتعشد. نفتح كده يا هيمو. الكلام بيقول ايه? السلام. شغل عالي اول. الراك فروز ده يا هيمو. انا بعد كده ما عانش طالة بلبن باللوتس. اكتر مية جنيه عمرت في حياتي. وكده تكون جولتنا خلصة في وسط البلد. لو عجبكم الفيديو اعمل له اشتراك إذا كانوا تعالي اولاي اقوى شوفنا في دوك ده يا رجب احبتون في ده يا رجب احبتون في ده يا هيمو.